بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل هذا العمل خالص لوجهك الكريم واللي يستفيد منه ما ينساش يدعو للوالد بالرحمة والمغفرة زي ما حضراتكم شايفين ده الموضوع قبل الأخير هناخد حاجة اسمها accounting for receivables receivables؟ ويعني ايه receivables؟ receivables دول اللي بيظهروا لما الشركة يبقى ليها فلوس عند حد نتيجة ان هي باعات له بقى أبضاعة قدمت له خدمة المهم ان هي ليها كليم عنده فبنقول ان receivables دي claims held against customers and others for money goods service اي ان كان ولو الكليم دوت كان بالبق كده ازاي دكتور دين يبقى لينا عند حد بالبق والشركات ليه تبيع بالبق يعني حبيبي في حاجة اسمها business to business transaction بي تو بي ايه البي تو بي ده؟ اللي هو انا انا شركة بتبيع لشركة يعني تخيل معايا سامسونج كرفور اتصل بي وبعات له ميل الحقنا وبعات لنا عشرين شاشة بعات لنا عشرين شاشة بسرعة عشان نعيد ميلاد كرفور وعملين عروض ومش عارف ايه سامسونج هيقول له طب تعالى مضيلي على ورقة هيبعات له على طول ده زبون قديم عنده وبيتعاملوا من زمان والقيم بتاعتهم عالية فحضرتك ده بيبقى اسمه accounts receivable اما لو زبون على قده بقى والعملية يعني انت مثلا بقى واحد شخص كده رايح يشتري عربية من جراش ولا من اجانس سوري وبيقول له عايزك تقصت في خمس سنين لا ساعتها الاجانس ده وات لازم يضمن حقه ويمضي بقى على ورق بتاع الخمس سنين ساعتها بيبقى اسمها note receivable يبقى حضرتك انت عارف الفرق ما بين accounts receivable والnot receivable accounts receivable ده بالبقى ده oral order promise وعد شفوي مجرد وعد شفوي بس اما note receivable ده ورقة written promise وبيبقى كمان مكتوب فيها المبلغ وهيدفع امتى انا بقى مشكلتي مع accounts receivable خلاص يبقى انا مش هكلم على note receivable مشكلتي مع account receivable بس قبل ما اقولك مشكلتي معلش قول لي كده تاني ايه الaccount receivable المين كوز بتاعها ايه يعني السبب الرئيسي لظهور الaccount receivable ايه الكريدت سيلز كريدت يا حبيبي ها مش كاش كريدت كريدت سيلز مش كاش سيلز لا الكريدت سيلز ايوة يعني انا بيع ولا بطش يبقى ببيع وليه فلوس برا جميل خلاص تمام مش ايه بقى مشكلتك مشكلتي ان الديون شفوي ومعيش اي ورقة وممكن زبون من الزباين يظهر عليه اعراض انه احتمال ما يدفعش طب ايه رأيك بقى لو مش احتمال لا لو ما دفعش لا لو ما دفعش خلاص سهلة هنشيل الدين بتاعه من الضفتر وانتهينا ونقول عوضنا على الله لكن لو واحدة ظهر عليه اعراض يعني سامسونج الزبون بتاعه اللي هو كارفور كارفور ده براند فرنسي طبعا المفروض انه هو في المقاطعة يعني في نطاق المقاطعة فممكن سامسونج يبقى لمح ان كارفور الناس بدأت تقطعه الطلب عليه بدأ يقل الله وفلوسه بدأت تتأخر لا ده انا كده احتمال ما اقبطش منه فايه رأيكو المبلغ الاحتمال ما نقبطوش نسجله ونقول ان احنا خسرناه ونتعامل مع معاملة الخسارة او الاكسبانس ولا نستنى وما نسجلوش ونشوف ايه اللي هيحصل وهنا هتلاقي مدرستين مدرسة المحاسب الحويط ومدرسة المحاسب العبيط المؤاخزة يعني العبيط ده اللي يقول لك يا عمي احنا نستنى لو كارفور فعلا ما دفعش خلاص نبقى نشيل الدين وده احنا ما بنحبوش احنا بنحبو المحاسب الحويط الحويط ده بقى يقول لك ايه يقول لك بصة باشا طالما احنا مش واثقين ان الفلوس كلها تتحصل عشان كده بسألك اهو are we sure that we will collect all receivable of course not طبعا لا وطالما انت مش واثق فيا ترى which amount we should disclose account receivable مفروض نظهره بقى ايه قيمة بالنت realized value بالمبلغ اللي انا واثق ان انا هقبضه المبلغ اللي انا متأكد ان انا هقبضه وعشان اوصل للي انا متأكد ان انا هقبضه مجرد لو انا شكيت مجرد شك هعمل بالمبلغ ده اسمع الكلمة دي allowance allowance هعمل بالمبلغ ده ايه allowance 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 اسمه ايه اللي اسمه افدا اسمه ايه دكتور ايه الحاجات الغريبة اللي انت بتقولها دي يا دكتور افدا ايه الافدا دي allowance for doubtful accounts قلت له مين ده allowance for doubtful accounts قلت له ايه ده قل لي ده contract asset ايه يا دكتور الحاجات الغريبة دي contract asset لا دي مش غريبة عليك بقى لو انت مذكر انت عارفها دي عدت علينا الكلمة دي في depreciation فكرني كده الانتري بتاعة depreciation اللي مذكرين اه اه سمعت بتقول اه بتاعة depreciation expense debit وaccumulated depreciation credit جادع جادع وجادع اللي بيقول الكلام ده صح اهو الافدا ده شبه الاجميليت الدبريشيشن الله العظيم ايه ده بقى ايه الافدا ده ايه القصة دي ده يا دي allowance 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 بايه بالزبط بالbad debt expense ايه الbad debt expense الديون اللي انا شاكك فيها الديون الوحشة عشان كده بقولك to be more accurate وestimate doubtful accounts and recorded by the following adjusting entry بص بص الانتري ده لالله عظيم شبه بتاع depreciation بالزبط اللي انا لسه كنت كتبه bad debt expense debit وافدا credit مين الافدا يا ابني تاني allowance for doubtful account وده نوعه ايه ده contra asset يعني ايه contra asset يعني يظهر مطروح من الريسيفابل هيظهر في البلانشيت كده اهو زي بالزبط accumulated depreciation ادي الاسد بتاعك account receivable واد الافدا ايه ده بقى يعني انا لو مثلا كان الشركة بتاعتنا عندها 25000 ليه عند الزباين وكانت شكة في 5000 بس 5000 بقى اللي احنا شكين فيهم دول تشيلهم يبقى كده net الصافي 20000 اه دي اللي بنقول عليها NRV ال NRV دي بقى net realized value السؤال بقى المنطق اللي بيطرح نفسه دلوقت طب الخمس تلاف دي هنحسبها ازاي هنستميت الخمس تلاف دي ازاي هنقعد نتقص على كل زبون ونمشي ورا كل زبون ونشوف ده هيدفع ولا مش هيدفع والله لو عدد زباينك وليل ماشي لو انت شركة مقاولات مثلا بتبني لتلات اربع زباين ماشي لكن لو انت شركة زي شركة اتصالات ووي وورنج وفودافون وبتتعامل مع ملايين الزباين ايه بقى ها زي الحال هنعمل بناء على خبرتنا القديمة نشوف نسبة ادي ايه من نت كريديت سيلز اش معنى يعني لينا ات نت كريديت سيلز اصلي دي المين كوز السبب الرئيسي في ظهور الريسيبابل فابدأ اشوف نسبة ادي ايه من مبيعاتنا اللي ما كناش بنقبضها ما بنحصلهاش كل سنة ونخلي النسبة دي نشتغل بها على طول بقى يعني مثلا فاول سنة لقيت مليون جنيه مبيعات اجلة ما حصلناش منهم عشر تلاف ماش السنة اللي وراها لقيت اتنين مليون مبيعات اجلة ما حصلناش منها عشرين الف ماش ده معناه ان تقريبا كده واحد في المية من مبيعاتك دايما ما بتقبضهاش خلص يبقى انا كل سنة عارف وعمل حسابي انه واحد في المية من مبيعاتي ما بقى بضهاش جي محاسب تاني قالك بقولك ايه طب وليه تاخد ال net credit sales ما انا ممكن اتابع ال account receivable نفسه واحسب ال bad debt expense as a percentage من ال receivable اه بس الحزبة دي هتبقى ايه متعبة شوية فقلنا خلينا على الطريقة الاولانية عشان كده بقولك we can estimate bad debt expense by two methods but we will cover only one method اللي هي مين بقى percentage of net credit sales ودي بتتحسب ازاي يا دكتور تعالى نشوفها بمثال بقولك assume that مصطفى company elect to use the percentage of sales basis and it conclude that one percent of net credit sales will become uncollectable انه واحد في المية من ال net credit sales احتمال ما نقبضهاش وفي سنة عشرين وعشرين كانت ال net credit sales بتاعتها كانت 800 الف يلا قول لي ايه ال adjusting entry اللي المفروض نعمله ولا حاجة بمنطقة البساطة هضرب 800 الف في واحد المية تطلع 8000 واروح جاي يرامل ال inter اللي احنا لسا ايليينه بدت اكسب انس دبت افدا كريتت شكرا يعني الشركة دية لو كان عندها عند العملة عند الزباين account receivable كان مثلا البلانس بتاعه 58000 يبقى 58000 دي المفروض يتطرح منها 8000 اللي سمنا ايه بقى يا ابني عود لسانك عالك كلمة افدا ايه الافدا دي اختصاري allowance for doubt full account هيطلع النت بتاعك 50000 بس اهدي النت realized value ال nrv ممتاز ممتاز ببص بقى لو 8000 اللي انت كنت شاكك فيهم لو التمانية دول اللي احنا شكين فيهم شكنا تأكد مش في كله طبعا زبون كان عليه 200 دولار مثلا مثلا يعني وتأكدنا انه مش هيدفع تأكدنا ازاي يعني ايه دكتور يعني اشهر افلاسه خلاص فلس معهوش فلوسه مش هيدفع ايه بقى ازاي الحال قال لي خلاص ولا اي حاجة طالما تأكدنا ان الزبون مش هيدفع بعد اذنك بقى شل الدين بتاع الزبون ده من الاكاونت الاسيفابل ومن الافدا طب ليه ليه هو الدين ده المتين دولار دول مش كانوا لينا عند الزباين يعني موجودين جوه التمانية وخمسين الف واكيد انت دلوقتي متأكدتش غير لما انت كنت شاكك فيه فهو كمان كان مشكوك فيه يعني موجود جوه الرقمين دول فبعد اذنك شيله من هنا وشيله من هنا طب بالراحة كده هو الار ده مش اه والاسيت اصلا دبت اه الدبت لما حب اقلله لما حب اقلله اخلي ايه اخلي كريدت طيب وبالنسبة للاف ده ايه والله العظيم ده كونترا اسيت يعني ايه كونترا اسيت يعني اصلا كريدت اه اه لو مش مصدق اه كريدت والله لما ذات كان كريدت طب حاجة كريدت وانا عايز دلوقتي اقللها لانها كونترا اسيت كونترا اسيت وكريدت وانا دلوقتي عايز اقلله لما حب اقلله اخلي ايه اخلي دبت ممتاز يعني الانتري بتاعك لما تحب بتعمل اسمع بقى كلمة اللي هقولها دي رايت اوف ايه رايت اوف يعني اعدام للدين يبقى لو بقولك what if the company assure that there are 200 are surely on كل كتاب خلاص اتأكد ساعتها لازم نعمل write اوف و write اوف بان انا اشيله من الاتنين من receivable وال اف بان انا اقول اف دبت and account receivable credit كتر الف خيرك لو انت ماشي معايا لغاية دلوقتي زي الفل طب ايه رايقوب قاله والزبون اللي احنا كنا شكين او سوري علشان ما تتحبس بقى وتفضحنا فادله فلوس وبدأ يسد اللي عليه وجه الراجل يدفع لي المتين دولار اللي انا لسه عمل لهم اعدام اللي انا لسه شايلهم من دفتري خالص لما الراجل بقى ييجي يديني الفلوس دي تاني باشا الفلوس دي مش موجودة في دفتري اصلا عشان انت لسه شايلهم من دفترك نهائي شايلهم من ال ار وشايلهم من الاف ده وشلتهم بالانت ده لما الدين يرجع لك تاني وتقبض لازم الاول تصحي يعني اصحي يعني اعمله ريكافري قلت له ايه بقى ريكافري دي يعني اصحي الدين تاني ارجع تاني طب وعشان اصحي قال لهات الانت ده تجيب عليه وط يعني ايه شكل به يعني هيبقى اكاونت ريسيف بال دي اوالله والاف ده كريدت ممتاز ممتاز طب وبعد ما صح ايه تقبض بقى ما الراجل جاي هيدفع لما تقبض يبقى كاش دي بيت اند اكاونت ريسيف بال كريدت ممتاز يبقى لما الزبون لو اللي انت اعدمته قبل كده الزبون جي دفعه ساعتها بنعمله ريكافري والريكافري ده بيتعامل ب يا ام اول واحد ان انا الغي الدين بان انا روح جاي الغي اعدام الدين بان انا صحي تاني ارجعه في الريسيف بالتاني ورجعه للافدة تاني ليه ما ارجعه للافدة لانه طلع مش من الديون اللي انا كنت شاكك فيها ما الراجل دفعه يبقى ده مش من الديون اللي انا كنت شاكك فيها فخلاص ارجع ارجع تاني وبعد ما رجعته اروح جاي قابض الفلوس واقول كاش ديبت واكاونت ريسيفابل كريدت ولادي بقى الشاطرين ممكن يجمعه تو انتري سدول في انتري واحد ازاي دكتور حضرتك مش الانتري ده انت مزود فيه الاكاونت ريسيفابل بمتين اه والانتري ده انت مقلل فيه اكاونت ريسيفابل بمتين طب ما المتين دي تروح مع المتين دي لما اخزة طالما بنفس اليافطة طالما بنفس الاسم اكاونت ريسيفابل مين اللي فضل اللي فضل لو حضرتك جمعت تو انتري دول مع بعض هتلاقي كاش ديبت وقف ده كريدت يبقى انا ممكن اختصر وبكده ابني وبنتي اللي مركزين وبيسمعوني نقدر نلخص التوبك ده كله في السلايد اللي جاية صح صح بقى دي اهم حتة قالك بالسيكوانس ده خلي بالك انت اول حاجة بتشك في الدين وبعد ما تشك في الدين ممكن تعدمه تعمله رايت اوف وبعد ما تعدمه ممكن يخيب ظنك ويرجع يدفعلك فبتعمله ريكابري طب الداوت فول اكاونت بحسبها ازاي باستيميت والاستيميشن ليها طريقتين يا اما ببرسنتج اوف نيت كريدت سيلز يا اما ببرسنتج اوف اكاونت ريسيفبل وقلنا احنا اللي علينا السنة دي نيت كريدت سيلز بس اللي باخد فيها نيت كريدت سيلز واضربها في البرسنتج يديك البد دي اما للطريقة التانية ايها التانية بتتعمل على خطوتين بس اتاخدها في سنة تانية بتجيب فيها نيو اف دا في الخطوة الاولى وبعدين تقارن نيو اف دا بالقول دا اف دا مناش دا لما تاخدها في سنة تانية ان شاء الله تبقى تشوف الكلام دا المهم انك بعد ما حسبت الداوت في الاكاونت ترمي الانتري اللي جايدة تقول شبه انتري تبريشيشن طب لو انت شاكك فيه تأكدت منه لازم تعمل رايت اوف والرايت اوف بتتعامل للناس اللي بيتأخروا اللي بيتأخروا واللي خلاص اشهروا افلاسهم او انا اتأكدت انه هما مش هيدفعوا طب لما حب اعمل رايت اوف اللي تشيله من الدفتر بتاعك خالص وهو بيبقى موجود في الدفتر في حتتين في الريسيبابل والقاف ده عشان اشيله من اللي اتنين هقول قاف ده ديبت ريسيبابل كريدت ممتاز اما لو الزبون اللي انت لسه شايله ده رجعلك تاني اقبض بقى اقبض ولما تقبض الكاش يزيد يبقى كاش ديبت والقاف ده كريدت باعتبار انه هو مش من الديون اللي انت كنت شكك فيها في معادلتين كمان مهمين حضرتك لازم تبقى واخد بالك منهم مين how to calculate الending balance بتاع الاف ده وبتاع الاكاونت ريسيبابل طب بالراحة وانا عشان اجيب ending balance لاي اكاونت اي ending لازم يبدأ ببيجيننج يبقى الending balance فور ريسيبابل عند اف ده هتبدأ بالبيجيننج بتاع كل واحد ماشي وبعد اذنك بقى فتكر الاشارات دي هتلاقي الريسيبابل جنب منه minus اتنين minus واحدة plus اما الاف ده جنبه اتنين plus واحدة minus ايه ده دكتور ايه الالغاز دي اقول لك في واحدة minus من الاتنين عارف مين اللي مقللها الاتنين اللي هي مين الright off الله العظيم اخر minus المتطرفة دي هنكتبها right off له ماشي طب والريسيبابل بقى مين الplus والminus بتوعه قل بلاس وما بتقبطش ده بيزود اللي عليهم صح ومينس اي الكلكشن كل ما يقبضوك الكلكشن ده يقلل اللي عليهم صح طب والإندي بالانس بقى بتاع الاف ده بنجيبه ازاي الاتنين بلاس باشا بتشخد بالا قل لي الله العظيم الانتريز مبين اهو الاف ده زاد بالباد ديكسبنس وزاد مرة كمان بالريكافري ده صح لا لا اوالله يبقى بلاس في الامس كيو زي ما هنحل كمان شوية طب ما تيجي قبل الامس كيو تعال نشوف مثال بقى بيقولك وان ديسمبر ثيرتي فرست تويني تويني فور با ترايال بالانس بيفور ادجاست منت تقف مصطفى كامباني شود ده فولوين بالانس ادي الريسيبه بالبت تنين وسبعين والالاونس الاف ده بتاعك كان بتلات تلاف ده وانحنا بقى بنقيم الريسيبه بالاخر السنة قاعد المحاسب بيفحص ويمحص في الريسيبه بالبتوع ولا ان في اكاونت ريسيبه بال ريتن اوف خلاص المفروض نعدمهم دول بالفين اعدم باشا ما تسميش ادبح يلا ادبح تروح جاي على طول عامل ريتن اوف في ساعتها وترمي الانتري بتاعك افدى ديبت ريسيبه بال كريدت شكرا يبقى انت الالفين دول خصمتها من الافدة ومن الريسيبه بال خد بالك كده الريسيبه بال اللي كانت بـ 72 بقت بـ 70 الله عظيم والافدة اللي كان بتلاتة انت خصمت منه اتنين بقى بألف الله ايه ده ايوة ما انت دبحته تدبحت طب اللي بعض بيقولك the company estimated bad debt expense 2% of net credit sales knowing that credit sales 280 والسيلز return under allowance 20 خد بالك احنا بنستمت من الـ credit sales بس ولا من الـ net من الـ net يبقى بعد اذنك الـ credit sales ومـ 280 دي لازم ننتتها ننتتها ازاي شين منها العشرين بقت 260 الـ 260 الف بقى الـ net credit sales احنا بنشك فيها بنسبة كم في المية اتنين المية خلاص اضرب في اتنين المية هيطلع خمس تلف ومتين يا ترى حد فاكر ده ده الـ bad debt expense هو ايه هو انا هجيب من عندي شبه الـ depreciation يبقى bad debt expense debit وافدى credit شكرا يعني كده الافدى اللي انت كنت موصله الف زاد دلوقتي بخمسة امتين انا لسه رميهم جوا صح اوالله يعني البالنس بتاعه وصل كام ستة امتين ايه ده يا دكتور اه اه ما هيدي المعادلة اللي انا لسه مرها لك انا مش لسه اقول لك ان الافدى ending اهو ايكوى للبيجيننج اللي هو في مثالنا كان تلات تلاف بلاص الباد ديتكس بنس اللي كان خمسة امتين احنا لسه حاسبينه وما كانش فيه recovery مينس الريتن اوف الفين والله العظيم لو تحسب الحزبة دي هيطلع لك ستة امتين اللي انا لسه كنت حاسبها اهي التلات تلاف زودت عليهم خمسة امتين وشلت منهم الحتة الريتن اوف اللي كانت بألفين هيدي لك الستة امتين وبكده تقدر توريلي كمان البالانشيت بتاعتك اتأثرت ازاي لانه هو طالب مني كمان الافكت على البالانشيت هقوله والله البالانشيت هيظهر فيه بقى الريسيفابل بسبعين الف لان فيه الفين خلاصت عدمه وشلناهم اما الاف ده هيظهر بستة امتين وبكده يبقى النيت ريالايز دي فاليو بتاعك تلاتة وستين الف وتمنمية طب لو حبنا بقى نسأل في الموضوع ده امسك يو ما تيجي نشوف يلا the net amount expected to be received in cash from receivable stormed that بنسميها ايه net realized value اهي اول واحدة cash realized value اللي بعده بيقول لك company has net credit sales 900 الف عندنا net credit sales ب900 انا جاهز او 900 هاخد اضربها في البرسنتج على طول يلا for the year and it estimate that uncollectable account will be 2% الuncollectable account 2% يعني 18000 خلصته ده الباد ديت اكسبانس بتاع السنة دي ماشي if allowance for doubtful account has a credit balance ب1000 لو هو already كان فيه balance beginning balance ب1000 يبقى allowance بتاعك اخر السنة او prior adjustment بيأكد لك ان ده الbeginning لو هو already كان فيه 1000 it's balance after adjustment اخر السنة هيبقى كام هيبقى 19 الالف زودت عليها 18 الباد ديت اكسبانس الجديدة بقت 19 ممتاز يلا اللي بعده بيقول لي when an account become uncollectable and must be written off لما تحب بتعمل write off المفروض write off ازاي بان انا بقول افدى ديبت ايوة واكاونت ريسيفابل كريدت صح يبقى ديبت الافدى كريدت ريسيفابل يلا دورلي على واحدة هنا صح بيقول لك الافدى اول choice بيقول الافدى should be credited لا should be debit طب accounts ريسيفابل should be credited صح اللي بعده the collection of an account that had been previously written off under the allowance method of accounting for uncollectable اللي هو recovery يعني لما collect debt كنا previously written off كنا عدم نقبل كده باشا ده entry بسيط جدا بيبقى cash debit وافد credit حلوة قوي ولا جبنا فيه سيرة expense ولا جبنا فيه سيرة revenue يعني net income بتاع الشركة هل بيتأثر بحتة recovery دي والمصحف لا طب يقولك كده معي the choices بيقولك ده هيتولد عنه ايه وال increase income يا عم ما قلنا ال income ما بيتأثرش طب وال decrease income والله ابدا طب ده يعتبر محتاج correcting لا 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 correcting ده لما بقى غلطان انا مش غلطان في حاجة انا مواغز ده واحد كان باين عليه بوادر ان مش هيدفع فعملت ريت نقف ولكن الراجل خايب ظني وراجع دفع يبقى دي مش غلطة اللي بعده بيقولك صح جدا ما بيأثرش على ال income اللي بعده لما تحب تريكورد ال ان ك بال هذا ده اللي كان بيبقى bad debt expense debit ايوة bad debt expense debit وقصادها من credit الاف ده و credit اف ده شكرا اهو ده الانت دور على واحد كده بيقولك debit receivable لا طب debit bad debt expense and credit allowance ايوة جدع جدع هو ده اللي بعده بيقولك هنا company uses the percentage of sales method for recording bad debt expense for the year cash sales 500 الف حد خد باله من كلمة cash sales اه and credit sales 2 مليون مبدئيا الكاش sales دي بلح تشطب باي باي لان احنا بنشتغل بالcredit sales عشان هي الريزن والكوز الرئيسي لظهور receivable بيقولك المانجمنت estimate that 1% 1% is the sales percentage to use احنا نقدر نستخدم 1% من sales كنسبة يعني خلص يبقى 1% في الاتنين مليون ب20 الف يقولك what adjusting entry يلا الentry بقى اللي المفروض يتعاملوا بال20 الف يبقى مبدئيا الentry 25 ده باي باي ما فاضلش غير 20 ده و 20 ده لقيت 20 اه لقيت بيه يلا صح بي bad expense debit company provides for bad expense at the rate 2% of credit sales the following data are available for 2024 الافدى الريدي كان في بيجيني بلانس كان ب10 400 يبقى الافدى الافدى بيجيني استنى كده الافدى كان في اصلا بيجيني بلانس ب10 500 حد فاكر الافدى المعادلة بتاعته ايه اللي العظيم كان فيها اتنين بلاس واحدة سلام لو تقولهم البلاس الاولانية كانت صح صح والتانية كانت واخر واحدة دي الرايت اوف ممتاز طب تعالى نشوف بيقولك كانت 6500 تعالى هنا ادي 6500 دي الرايت اوف كانت مليون وخمسمية طب الرايت سيلز اللي بمليون وخمسمية مش احنا بنشك فيها باتنين المية اه يبقى هضرب المليون وخمسمية في اتنين المية يديك بادة تكسب انس ب30 الله طب وريكافري ما جابش سيرته خلاص صفر طب هو عايز ايه هو عايز اللي انا بحسب بيقولك اللي اللون سور داوت في الاكاون بالانس عايز اللون ما احنا قلنا اي اندينج لازم يبدأ ببيجين يبقى اندينج الاف دا اي كوال بيجين الاف دا بلاس البيدي تكسب بلاس الريكافري ماينس الرايت اوف لو حضرتك جماعت وطرحت معايا الارقام دي هيطلع النتيجة 34 وتبقى الاجابة ايه وكده الموضوع دا خلص وموضوع لذيذ وخفيف زي ما حضراتكو شايفين مفوش اي مشكلة مفضل لناش غير توبك واحد هنشوفه برضو فيديو مستقل وخفيف برضو جدا نشوفه في الفيديو